ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أشار وزير الصناعة والنقل إلى استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بجمالية تداول يصل إلى 650 ألف حاوية مكافئة وذلك منذ بداية تشغيل المحطة حتى الآن مؤكدا أنه من المستهدف جعل هذه المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط